قادرون على صنع المعجزات أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى ذو لعاقة لا يحبذون تغيير مسماهم عبدالله البلوشي قالها أمام الملأ في ملتقى قادرون فالملكات التي لديهم لا يمتلكها الكثير من الاصحة لأننا نحن مواثقين كل ثقة نحن كأشخاص ذو لعاقة قادرين على الإتقان قادرين على الإبداع فقط ما يتوجه بإعطاء الأرض للخصبة وهذا ما يتم من خلال ملتقى قادرون هو توفير الأرض الخصبة وطبعا هي تماشيا أساسا مع رؤية عمان 2040 اللي هو تمكين الأشخاص ذو لعاقة والاستفادة واستغلال قدراتهم في بناء هذا الوطن الغالي جهود وطنية تترى وحراك لأجل فئة ذو لعاقة تأكيد في ملتقى قادرون حيث يطلاق منصة قادرون الأكبر لذو لعاقة في الشرق الأوسط أساس مسقط والوزارات والهيئات وشركات القطاع الخاص على مجهوداتهم الجبارة لدعم الأشخاص ضو لعاقة وتحقيق طموحاتهم وأفكارهم ومشاريعهم ودمجهم في سوق العمل لابد أن تلقى الدعم المستحق لها من جميعهم يستحقون الدعم بلا أدنى شئك ولا توانن كيف لا وهم الذين أثبتوا جدارتهم في مؤسسات الدولة جمعا يساهمون إسهاما بارزا أينما حلوا التقاوب اللامحدود من الحكومة ومن القطاع الخاص لدعم هذه الفئة وأيضا من الجميل أن تطلق منصة قادرون التي هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي ربما المرة الأولى مخصة لهذه الفئة أيضا سيتم توظيف نحو 100 شخص من ذوي الإعاقة في هذه المنصة من ذوي الإعاقة للبيع والشراء وأيضا لهدف أيضا أن تكون هناك مشاريع أخرى مستدامة وظف عدد كبير من ذوي الإعاقة وما ينحانى توقيع اتفاقية التعاون مع معهد إشراقة ينظروا ذوي الإعاقة أن تزال التحديات التي تواجههم ولا شك أن مثل هذا العمل عمل وطني وينبغي على كافة مؤسسات المجتمع المدني والخاص أيضا أن تحول عملية المسؤولة الاجتماعية من مشاريع وقتية مجعومة إلى مشاريع مستدامة وأعتقد أن هذا أحد المشاريع الهامة التي تتوافق مع مرتكزات رؤية عمان 2040 هذا المشروع بإذن الله نسلم فيه 250 مشروع للأشخاص ذوي الإعاقة تكون فاتحة حياة جديدة لهم عوائد مادية لهم بإمكانهم الانطلاق في حياتهم من خلال هذه المشاريع وعائد المال لها لن تتوقف الجهود الوطنية بينما ذو الإعاقة يحققون النجاحات في الأصعدة الشتى لبناء ونمو الوطن كحال أقرانهم الأسوية لا يفهمون معنى المستحيل يساهمون في المجتمع حالهم كحال الآخرين بل لديهم قدرات تميزهم هكذا هم الأشخاص ذو الإعاقة وما جاء ملتقى قادرون إلا لإيجاد مشاريع مستدامة لهذه الفئة فارس من جمعة لوهيبي مصد